دخل شهر رمضان المبارك علينا هذا العام في فصل الربيع وذلك بعد عشر سنوات صمنا فيها صيفا وسيكون في الشتاء بعد سبع سنوات ولن يعود للصيف إلا بعد أربع وعشرين سنة مقبلة فصل الربيع أجواؤه تميل للتذبذب في حالة الطقس وللحرارة عادة فعامنا الحالي 1439 هجرية والمقبل 1440 هجرين ستكون أجواء رمضان فيهما معتدلة وتميل للحرارة ولكن بعدها تبدأ الأجواء الباردة وسيكون رمضان موسم أمطار فساعات الليل في شهر رمضان بدأت بالزيادة وسوف تستمر كل عام حتى تسلال ذروتها وها قد بدأنا صيام شهر رمضان المبارك لهذا العام على الصوت الرعد وقطرات المطر وبعد 7 إلى 9 سنوات ستكون صلاة عيد الفطر أثناء تساقط الثلوج على مناطق شاسعة من الوطن كما أن آخر الأعوام التي توافق فيها رمضان مع الشتاء كانت من عام 1413 إلى 1420 هجري بعدها كان الصيام في أشهر الخريف ثم الصيف والآن في فصل الربيع وبعد 7 سنوات تقريبا سيكون في الشتاء ترجمة نانسي قنقر